رئيس الولايات المتحدة أمريكية يقول أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأطلب 50 مليار دولار لمواجهة كورونا ورئيس الصين يقول نخوض معركة خطيرة ضد فيروس شيطاني ورئيس فرنسا يقول نمر بأسوأ كالثة صحية على إطلاق والمستشارة الألمانية تقول نتوقع إصابة 70% من السكان بهذا الفيروس القاتل رئيس زراء أنجلترا يقول تجهزوا لفقد أحبة لكم قبل الأوان ورئيس زراء إيطالي يقول لقد فقدنا السيطرة على مواجهة كورونا تأملوا كيف أذن الله البشرية كلها بمخلوق ضعيف من مخلوقاته لا يرابل عن مجرده ارتعد الجبابرة أمامه خوفا وانكسرت الأمم أمامه ذلا أليس في هذا عبرة؟ أليس في هذا عظة؟ انهارت أسواق المال وتوقفت عجلة الاقتصاد انهزمت المدنية وتعطرت التكنولوجيا وتهاوت ضعيف أمام عظمة القوي وتاهت حيلة المخلوق أمام تدبير الخالق فأين قادة الدول العظمى؟ أين صناع القرار؟ أين الفيتو؟ اليوم لا عظيم إلا المهي من الجبار اللهم ارحمنا برحمتك وأعذنا من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم صرف عنا البلاء والوباء برحمتك يا رحم الراحمين في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إليه العبادة هذا وقتها في زمن الهرج ووقت الفتن واختلاط الأمور أجر العبادة كأجر من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي في كثرة الثواب فالناس يغفلون عن العبادة في تلك الأوقات وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد موفقون يا عبد الله في مثل هذه الأيام هاجر بقلبك إلى الله هاجر بعقلك إلى الله هاجر بروحك إلى الله أذكر سبح تصدق صم قم ليلا وعمل صالحا ولا تكثر تناقل الأخبار فإن الأمور في هذه الأيام تتغير في الصباح عن المساء وفي المساء عن الصباح والعمر يضيع بينها حرج على نفسك سماع الأخبار واحفظ وقتك وقلبك من الانشغال واستغفر لنفسك ولمن حولك ولا تضيع الوقت لا يكن همك أن تنفرج الأمور فحسب بل يكن همك عن ماذا تنكشف الأمور الغمة ستنكشف إن شاء الله لكن المهم هي انكشفت عن ماذا هل انكشفت عن عابد مسبح مستغفر واثق بربه أم انكشفت عن راسب خاسر مخذول قد صرف الوقت الثمين في ذكر المرض بدل ذكر الله فأضاع بذلك على نفسه فلسة النجاح في هذه الأزمة في مثل هذه الأزمات والأزمنة تظهر حقيقة العبد فأظهروا لربكم حقائقة رضيه وفروا إلى الله نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة